أعلى سعر للدولار منذ سنوات ماذا يحدث في مصر؟ مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على الحبيب في البداية لا تنسوا الشراكة في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد هيا لنبدأ شهد سعر الدولار اليوم ارتفاعا كبيرا ومفاجئا وصل إلى 1.76 جنيه بمعظم البنوك المصرية ليصل سعر البيع إلى 17.50 جنيه ويصل سعر الشراء إلى 17.40 جنيه ويزيد في بعض البنوك الخاصة وتزامنا مع هذا التغيير أعلن البنك المركزي عن تقديم شهادات الدخار جديدة بعائد شهري ثابت 18% ولمدة عام واحد وبالنسبة للسؤال هم هل تتأثر أسعار السيارات بهذه الزيادة؟ الإجابة هي بالطبع نعم وليس أسعار السيارات فقط بل ستتأثر أسعار جميع السلع الأساسية مثل القمح بالإضافة إلى السلع غير الأساسية مثل الهواتف الدكية إلى جانب أسعار السيارات وقطع الغيار والزيوج وحتى الوقود أيضا وذلك بسبب ارتفاع أسعار الشحن العالمية وزيادة معدلات التدخم حسب تصريح البنك المركزي المصري لذلك يتوقع الإعلان عن زيادات تتراوح بين 20 ألف حتى 100 ألف جنيه على أسعار السيارات بمختلف فئاتها والتي ظهرت بداياتها اليوم مع إعلان شركة جي تور الصينية زيادة تنتصل إلى 20 ألف جنيه على أسعار سياراتها في السوق المصري وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله